صباحكم سعيد أهلا وسهلا بكم إلى معرض الصحافة مباشرة من قناة الشروق الإخبارية وفي مستهله يومية الشروق وجاء صدر صفحتها الأولى هذه هي شروط استقرار اللحوم الحمراء ووقفت الشروق مشاهدين في هذا العنوان الرئيسي عند الوفرة التي سوف يحققها استراد اللحوم الحمراء وفي عنوين أخرى تقرؤون مسؤولون يسهلون تهريب 26 ألف مليار إلى الخارج ومجلس قضاء الجزائر يؤيد ثلاثة سنوات حبسا في حق وزير السكن السابق طمار وعلى رأس صفحتها الأولى في شأن رياضي تقرؤون هذا العنوان هذا ما خسره الخضر بغيابهم عن مونديال العرب وتقرؤون حملات تمشيط واسعة تستهدف بؤر الجريمة وطنيا في شأن أمني وتقرؤون مشاهدين تعبئة داخلية قوية لإسقاط التطبيع والاستبداد المخزن في عنوان جانبي في شأن دولي تقرؤون مشاهدين في صفحتي الثالثة من هذه اليومية هذا المقال المعنون كالتالية إذن يأتيكم هذا المقال عدوى الوسطات الوهمية مع الجزائر تصل الإعلام الإسباني مرة أخرى وبعد أن فشلت الأذرع الإعلامية لنظام المخزن المغربي في الداخل في ترويج أطروحة الوسطات الوهمية مع الجزائر لجأت إلى أذرعها الإعلامية في الخارج وبالضبط في إسبانيا للترويج للمشروع الوهمية تقرؤون مشاهدين في مقال آخر نواب يطالبون برفع القيود عن تبرعات رجال الخير خلال مناقشة مشروع قانون تبييذ الأموال حيث طلب نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة برفع القيود عن الهبات والتبرعات المالية الممنوحة للجمعيات والمنظمات غير الربحية مؤكدين أن الأصل في العمل الخيري إخفاء المصدر وعدم التصرح به وهو ما يتناقض حسبهم مع المواد المنصوص عليها في مشروع قانون تبييذ الأموال وتمويل الإرهاب وانتقد نواب الثلاثاء في مدخلاتهم حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 0105 المتعلق بالوقاية من تبييذ الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة هما ما سموه بالقيود المفروضة على المتبرعين والمنصوص عليها في المدى الخامسة مكرر في المشروع الجديد والتي تلزم الجمعيات والمنظمات غير الربحية في البلاد بعدم قبول الهبات التي تأتي من مصدر مشهولة تقرؤون في تربية مشاهدنا فيما يخص قرار تنصيم الأساتذة المتعاقدين هذا المقال غربلة قوائم الأساتذة المتعاقدين قبل الترسيم النهائية وإلزامية إخضاع ملفاتهم للرقابة القبلية والبعضية حيث ستشرع وزارة المالية من خلال المراقبين الماليين بالولايات في غربلة قوائم الأساتذة المتعاقدين المعنيين بالترسيم غربلة نهائية تجسيدا للقرار الرئاسي الصادر بداية ديسمبر 2022 إذ تقرر فسخو عقود أساتذات الطورين المتوسط والثانوي غير الحائزين على شهادة علمية في التخصص بنهاية العام الجاري وذلك تطبيقا للقرارات الوزارية سارية مفعول على أن يسقط حقهم في التثبيت بصفة آلية تقرؤون هذه العنوين الرئيسية التي تأتيكم في افتتاحية يومية المساء الصادرة لنهار اليوم والتي تطرقت مشاهدنا في شأن اقتصادي إلى قرار أوروبا تسقيف أسعار الغاز والذي اعتبره وزير الطاقة المرفوض ووصفه بالإجراء التمييزي والأحادي الجانب تقرؤون كاتبة الدولة الألمانية الأزمة الأوكرانية علمتنا تنويع مصادرنا التقاوية وتقرؤون صدر صفحتها الأولى المال الفاسد هؤلاء معنيون بالتبليغات تودع بخلية الاستعنام المالي وتقرؤون لا تبرعات ولا تمويلات مشبوهة للجمعيات غير الربحية تقرؤون مشاهدنا على رأسي صفحتها الأولى معرض الإنتاج الوطني فخر الصناعة وجودة الخدمة وتقرؤون مشاهدنا في تفاصيل هذه اليومية هذا المقال الذي يأتيكم في صفحتها الثالثة تكييف جريمة تبييض الأموال جناية حيث دعى نواب المجلس الشعبي الوطني إلى اعتبار جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب جناية وليس جنها معتبرين في سياق متصل أن القضاء على هذه الجرائم مرهون بالقضاء على سوق السكوار مع تجديدهم على ضرورة حماية المساجد من هذه الأموال حيث أبدو تخوفهم من تأثير مشروع مكافحة صبيض الأموال وتمويل الإرهاب على التبرعات لسيما تلك الموجهة لبناء المساجد النصر مشاهدين وقفت في افتتاحيتها صدرة لنهار اليوم عند الرقابة التي فردت على المعاملات المالية وأيضا وقفت عند منع التبرعات المجهولة والمشبوهة تقرؤون في سياق متصل استبعادوا أصحاب المال الفاسد ومنعوا الترويج للكراهية والتمييز تقرؤون مشاهدين على رأسي صفحتي الأولى تجار وزبائن ضخايا عمليات ترويج الذهب المخشوش وأسفل الصفحتي الأولى في شأن تقوي تقف هذه اليومية عند نبوب الغاز الجزائري الجديد الذي سينقل الغاز والهيدروجين نحو إيطاليا قريبا وفي عنوين فرعية تقف عند عملية إحصاء أربعة ألاف مؤسسة ناشئة هذا ما أعلن عنه يسين مهدي وليد وتقرؤون مشاهدنا في يومية الخبر هذه العنوين الرئيسية مطالب بإغلاق سوق السكوار بعد بدء مناقشة قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تقرؤون أيضا فيما يخص قطع الفلاحة الموسم الفلاحي رهينة الواحد والثلاثين ديسمبر وارتفاع عدد المصدرين إلى أكثر من خمسة ألاف وأربعمائة متعامل تنشر هذه اليومية في عنوان فرعي وتقرؤون مشاهدنا في الصحافة الجزائرية النطقة بالفرنسية هذا العنوان الرئيسي الذي يأتيكم في يومية لغيزون في عددها الصادر لنهار اليوم مشروع قانون السمع البصري إعادة ترتيب مفيدة تقرؤون مشاهدنا في الصحافة العالمية والعربية منها وفي يومية العربي الجديدة اخترنا لكم هذا العدد تونس مرحلة جديدة من اثهاد المعارضين وتقرؤون صدر صفحتها الأولى ترامب المحاكمة تقترب حيث أصبح دونالد ترامب أقرب من أي يوم مضى إلى المحاكمة هذا ما قالته هذه اليومية وفصلت في هذا الموضوع في صفحتها الثامنة وتقرؤون مشاهدين هل يرضخوا ماسك لكلمة الشعب بعد الاستفتاء الذي جره أيلون ماسك مع الجمهور فيما يخص بقائه على رأس مجلس إدارة تويتر حيث أجاب أكثر من 57% من المشاركين في هذا الاستفتاء بلا إذن هل سوف يرضخ ماسك لكلمة الشعب تقرؤون في صحفتي الجنبية وفي يومية الموند التي اخترناها لكم اليوم حيث وقفت هذه اليومية مشاهدين في افتتاحيتها الصادرة لنهار اليوم وكتبت خطوة أقرب إلى الملاحقة الجنائية فيما يخص الرئيس الأمريكي السابق وكتبت حيث أوصت لجنة التحقيق في 6 من يناير 2021 بأن تبدأ وزارة العدل في توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس السابق للولايات المتحدة ووقفت مشاهدين في الطاقة عند قرار مجموعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسقيف أسعار الغاز حيث قالت وزيرة الطاقة المالطية إن دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقت يوم الاثنين على آلية لتسقف أسعار الغاز بالجملة عند 180 أورو وتقرؤون مشاهدين في الصحافة البريطانية والتي اخترنا لكم يومية The Times للتفصيل في عنوينها ويأتيكم هذا العنوان الرئيسي تجنب المخاطرة تم إبلاغ الجمهور بإضراب عفوا أقول سائقي الشاحنات سائقي الإسعاف عفوا أقول إذن بهذا مشاهدين نختم وإياكم عدد اليوم من معرض الصحافة شكرا لحصين المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر